مدرسة على الهواء وطبعاً الطلبة معنا عارفين ان احنا في العام الماضي درسنا منهج للصف الاول وطبعاً مهم جداً نتذكر اللي درسناه وطبعاً احنا عارفين ان دايماً الانجليش بيحتاج دايماً انه يبقى فيه كونتاكت او لينك between what you learned and what you are going to learn دايماً يبقى فيه رابط من اللي عرفته واللي هعرفه وطبعاً السكندير برب هيبقى عندنا منهج مليء بالجرامر مليء بالنيو فوكابلري ايضاً عندنا طبعاً the reader اللي هي القصة اللي ندرسه in the first term and another story in the second term وتمنى ان شاء الله ان جميع طلاب الصف الثاني الاعدادي يتابعونا ويتواصلوا مع البرنامج ويستفيدوا من كل الحاجات اللي انا عرضها لهم ان شاء الله ونوعدهم ان شاء الله بتقديم المنهج بصورة جميلة ولائقة بهم نحب نبدأ في البداية it's important to revise what we learned in the previous year so we are going to make revision هيبقى عندنا revision كده نشوفها مع بعض second year برب طبعاً revision هنراجع فيها grammar هنراجع فيها اللي هو احنا تعلمناه قبل كده طبعاً احنا لما لما بنتعلم grammar بنبقى بنبقى عايزين نتعلم حاجات عرفناها في السنين الماضية طبعاً grammar اللي تعلمناه قبل كده هيكون طبعاً مستمر معنا برضو في المراحل الجديدة اللي عندنا في تاني اعدادي اول حاجة هنبدأ فيها مع بعض بان احنا نتذكر كده يعني نفتكر مع بعض بعض الفوكابلال اللي درسناها قبل كده فعندنا مثلاً كلمة برضو نفتكرها كده مع بعض وهنحتاجها في سكند يير انشنت ايجيبشيانز انشنت ايجيبشيانز يووو ذات انشنت ايجيبشيانز برضو نفتكر مع بعض في كلمة وبرضو حب اقول معلومة ان كلمة كلمة لا تعد يعني ما ينفعش اقول لا هي كلمة لا تعد بتعامل معها يعني بتعامل معها كاسم مفرد اللي هي كلمة معلومات عندنا برضو كلمة وطبعاً باستخدمها يعني ما بتكلم عن شيء جديد مثلاً يعني اخترع والنون بتاعها اللي هي النون دايماً عايزين نتعلم ان احنا نجيب او المشتك من الكلمة عندنا انفنت فرب والنون بتاعها انفنشن برضو عندنا من الكلمات سوتكيس سوتكيس طبعاً سوتكيس دي is a kind of bags when you travel طبعاً اللي بنوع عليها حقيبة للصفر سوتكيس اللي هي حقيبة صفر نكمل مع بعض برضو اللي بنتذكرها من الصف الاول الاعدادي عندنا برضو كلمة او الفرب work hard work hard طبعاً بمعنى to do more effort to achieve good results يعني مواحد بيكتهد او يعمل بجد عشان يحقق نتعي يبقى افتكرنا مجموعة another group برضو تشوف كده مجموعة ببعض اخرى عندنا scientist 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 is someone who work is in the lab for example شخصي بيعمل في المعمل or someone who invent مثلاً nude medicine and so on اللي هو بنقول عليه عالم شخصي بيقدم علم او اختراع عندنا date of pairs date of pairs when you are talking about when you were born لما واحد بيذكر هو اتولد امتى بنقول عليه this is my date of pairs for example you can say my date of pairs is مثلاً the fourth of April two thousand دي بساً six يبقى دا تاريخ الميلاد وفي طبعاً كلمة تانية اسمها place of pairs اللي هي مكان الميلاد عندنا برضو كلمة مهمة وهنا نجدها معنا university 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 is a place where students go after after they finish secondary school وعايزين دا ما نحاول نعمل definition او تعريف للكلمة in English university is a place where students go after they finish the secondary school مكان الطلبة بتروح بعد السنوي اللي هو اللي هو علي الجامعة برضو عندنا كلمة desert desert اللي هي a place where there are no water and mostly no people اللي هي الصحراء عندنا برضو كلمة journey journey is a kind of trips طبعاً كلمة journey دي نوع من انواع الرحلات ويمكن في الانجلش عندنا كلمة journey وكلمة trip وكلمة picnic وflight وعندنا برضو voyage كل دي انواع رحلات مختلفة journey اللي هي بقى رحلة طويلة بتكون فيها نوع من انواع المغامرة ويعني بتبقى بتستغرق وقت طويل journey اللي هي رحلة طويلة عندنا برضو كلمة environment environment برضو كلمة اخدناها وهتوجود معنا في تاني اعداد برضو environment is the place where you live work and and get your things environment is a place where you live and work يعني البيئة يعني المكان اللي بعيش فيه باشتغل فيه بنقول عليها البيئة المحيطة برضو عندنا كلمة pollution 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 means that there are a lot of smoke and dirt in the air لما يكون فيه بقى تلوث في الهواء وكده بنسميه pollution وبإجابة الفرب pollute pollute is the verb pollution noun وفيه كمان polluted polluted اللي هي الادجكتف بتاعت pollution عند طبعا ممكن نقول جملة كده pollution is very dangerous for the health of people pollution is very dangerous for the health of people يعني التلوث خطر جدا عندنا برضو advice advice ناخد بالنا ان البرونانسيشن بتاع advice بالسي دي ناون بمعنى نصيحة والفرب بتاحها advise بالاس اللي هو ينصح يبا ناخد بالنا وعلى فكرة كلمة advice uncountable noun كلمة لا تعد زي ما قلنا متشوعة على كلمة information عندنا برضو كلمة health health اللي هي الصحة for example you can say you should eat a lot of fruit and vegetables because it's good for your health امقول لو واحد تاكل فكهة وخضات شده مفيد لصحة او ممكن really smoking is very bad for our health التدخين مضرر الصح عندنا prepare prepare is a verb ويريد دائما الطالب يعرف الكلمة الpart of speech بتاحها يعني اهل هي ناون او اسم او verb بفعلة او adjective صفة او adverb prepare is a verb وننون منها preparation preparation prepare يعاد يجاهز for example لما مسلا ما اقول my mom prepares lunch every day my mom prepares my school bag for me يعني واحد يقول مام تبيتجاهز لأو بتحضر لشنطة المدرس عندنا برضو important is an adjective دي صفة when you say learning English is very important دائما يا ريت عايزين التطلبة كده من بداية العام لما يجي تعلم كلمة مش مجرد ان هو يحفظ المعنى بتاحها فقط لا يحاولي to put it in a sentence احطها في جملة to know it's a part of speech اعرف الكلمة دي نوحة زي ما قلت ناون او verb او كده عشان اعرف بعد كده استخدمها لان انا لما اجي استخدم important وبعارف ان هي adjective صفة يبقى بالتالي ها استخدمها لوصف to describe someone or something هو وصف بقى بيها شخص زي ما ما ناسا بقول learning English is very important تعلم الانجلش مهم جدا يبقى هنا important adjective طب هل يا ترى ليه هنون ليه هنون النون بتاعها importance importance اللي هي الاهمية بقى عندنا كلمة comfortable comfortable اللي هو معناها when you say traveling by plane is very comfortable يعني ما هي يقول السفر بالطائرة very comfortable يعني مريح جدا ايضا عندنا كلمة interested in interested in is an adjective the cifa when you like something so much so you are interested in it يعني ما شخص يبقى بيحب شيء قوي أو بيهتمي بيه قوي بنقول عليه interested in يعني for example you can say I am interested in football انا مهتمي بكرة القدم I am interested in learning English انا مهتمي بتعلم الانجلش عندنا برضو كلمة design 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 دي بقى بنقول عليها knowing and verb knowing and verb يعني فعل واسم ياريت الطلب يركزوا جدا في الموضوع ده knowing بمعنى design تصميم وممكن تبقى verb يصمم عندنا برضو كلمة project project يعني مشروع أو بحثة أو دراسة for example you can say for example you can say Egypt has a lot of new projects these days Egypt has a lot of new projects these days يعني واحدون مصفية مشروعات كثيرة في هذه الايام عندنا كلمة article an article an article is what you read on for example newspaper or magazine اللي هي مقال بقى كرأوا بقى في كتاب في جريدة في مجلة an article اللي هو المقال اللي أنا ممكن أقرب في كتاب sorry في مجلة in a magazine or a newspaper اللي هي article نكمل مع بعض برضو الكلمات عندنا crops crops اللي هي what you get from the cultivated land what you get from the cultivated land الحاجة اللي بتنتج عن الأرض المزروعة بنقول عليه محصول crops دي اللي هي المحاصيل and finally we have interview interview when you apply for a job يعني مثلا لما روح أقدمت فيش وظيفة you must have an interview بتعملك interview يعني إيه بقى مقابلة شخصية وفيه جات منها كلمة interview ده اللي هو النون اللي هي المقابلة أو يجري يعني دي برضو ناخد بالنا نون وفيرب يعني interview نون أو فيرب اللي هو الشخص اللي interview يعني مقابلة أو ممكن بمعنى يجري مقابلة فركزنا النهاردة إلى جانب تذكرنا للكلمات ركزنا على إيه على إننا أبعارف الكلمة اللي هي نون أو فيرب أو أدجيكتيف أو أدفر نون اسم فيرب يعني فعل وأدجيكتيف يعني صفة وأدفر بيعني حال وطبعا كل كلمة في الإنجلش بتيبقى لها فانكشن أو وظيفة يعني لما باستخدم الأدجيكتيف يوديسكرايب أناهم بوصف بيه اسم لما باستخدم الأدفر بالحال يوديسكرايب الفيرب بوصف بيه فعل زي بس أمول كويكلي سلولي هابيلي لاودلي and so on الأدجيكتيف زي important زي difficult زي easy زي hard زي hot زي cold دي بوصف بيه شيء يبقى دا نفرق دايما بين الكلمة لما أعرف طب ننتقل بقى بعد ما استعرضنا مع بعض some of the vocabulary we move now to the grammar نشوف مع بعض كده هنراجع ايه النهاردة في الجرامر طبعا احنا عارفين ان الجرامر دايما بيبقى يعني متواصل ممكن انا ادرس حاجة في اولى وبعدين اجي في تانية ادرس الشيء ده وازود عليه حاجة تانية وفي تالت اعدادي والجرامر بينفع دايما في كل المراحل الدراسية النهاردة نمحضر لكم المراجعة على الازمنة اللي درسناه في اول اعدادي كلها نشوف مع بعض كده the present simple the present simple طبعا present simple ده زمن بنستخدمه ازاي بقى اللي هو الفورم بتاعه باستخدمه اننا لو الجملة بدأ ب i you we they or plural noun اسم جامع is followed by the infinitive دول بيجي بعدهم المصدر يبقى انا لو بدأت الجملة ب i او you او we او they وجبت بعدين المصدر يبقى كده ده present simple for example you can say we usually play football on friday لاحظ play لاحظ play infinitive مصدر ليه عشان الجملة بدأ ب we والجملة ده بتعبر عن habit عادة لان دائما present simple بستخدمه للتعبير عن habits او repeated actions الحاجات المتكررة طيب لو الجملة بدأت بقى ب he she it بيجي بعدين يبقى infinitive plus s يعني زود s للverb او is you can say rodena sometimes goes shopping rodena sometimes goes shopping ناخد بالنا من goes فيها is ليه عشان rodena singular noun اسم مفرد يبقى انا دلوقات احفظ ان ايو وي زي are followed by the infinitive يجي بعدين المصدر he she it singular noun are followed by verb plus s or e s or is نكمل مع بعض present simple بيرتبط بحاجة اسمها adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار اللي بتوضح العادة او الشيء بيتكرر قد ايه فعندنا طبعا في كلمات كثيرة عندنا always usually often sometimes occasionally never every اولم تاني always usually often sometimes occasionally whenever every كل الكلمات دي بترتبط بال present simple يعني على سبيل المثال ممكن اقول how often do you walk to school يبقى اقول لواحد how often do you walk to school لما يجي الجواب هو هيستخدم كلمة من الكلمات دي يقول مثلا i usually walk to school i usually walk to school how often do you walk to school اقول i usually walk to school يبقى استخدمت usually عشان عبر عن habit طب لو انا جيت هستغل من negative statement يعني sentence جملة المنفية في بتكون ازاي بابدأ ب i او you او we او they او plural او لا زي ما اقول زي ما اقول بنتاك نستمر بنتاك بلاس بلاس ام از ار بلاس انفن اي اين جي يبقى انا ده تكوين تاني خالص بقى الفرب مضاف له اين جي بس قبله ام او از ار زي ما اقول ناقب بلنا من تكوين الزمن هو او. ناخد بالنا في اس و اي انجي. طب الكلمات اللي بترتبط بالبريزنت سيما بنقول عليها الكي ورد ايه هي بقى عندي ناو لك لسن ات زا مومنت ات بريزنت لك اوت وش اوت كل دي كلمات بتدل على ان الجملة كونتينيوس ناو لك لسن ات زا مومنت ات بريزنت لك اوت اللي احترس برضو هي يعني احترس او انتبه زي ما اقول لسن هي السنجن لسن هي السنجن يعني مولا واحد استمع هو يغني نقول بلنا ان لسن جي بعديها جملة في البرزن كونتينس برضا عندنا زمن تاني اللي هو المدارع التام بيتكون من ايه بقى سبجيكت بلاس هاف اور هاس بلاس بي بي طيب زي ما اقول هي هاس دون هومورك اولا ناخد بلنا هاس دون يعني هاس بلاس بي بي وعندي كلمة اولادي اي هاف جاست هاد لانش اي هاف جاست هاد لانش هم واحد اقول لسه متغدي حالا ناخد بلنا هافو هاد يعني مدارع التام هافو البي بي طيب يا ترى الكيووردز اللي بترتبب بي عندنا جاست رادي ايفر نيفر يتسينس فور لازم احفز الكلمات اللي ترتبب بكل زمن المدارع التام اللي هو هافو هازو البي بي ترتبب بي جاست اولادي ايفر نيفر يتسينس فور زي ما اقول هافيو ايفر بنت لكسر هافيو ايفر بنت لكسر نلاحظ ايفر جات في الكوستشن السؤال يعني مقول له هاد علق قبل كده روحت لأسر او اقول احمد هاز نيفر بلاي باسكبول احمد هاز نيفر ناخد بالي ان انا نفيت الجملة هنا بنيفر عندي بقى بعد كده الباست سيمبل تنس الماضي البسيط الفورم بتاع ايه في حاجة اسمها افعال منتظمة اللي هي بتنتهي بدي او ايدي او اي ايدي وفي حاجة اسمها زي مسلا مقول جانا فيزيتد هير انكل يستردي جانا فيزيتد هير انكل يستردي عندي فيزيتد في الماضي منتهي بايه دي طب في حاجة بقى مهمة جدا عايزين نركز عليها اسمها الاريجيولار فيبس لها فعال غير منتظمة ودي يعني بنبع ابناء الطلاب انهم يحفظوا منها على قد ما يقدروا اللي هو الفعل اللي شكله بيتغير او اللي هو ما بيتضافلوش دي او ايدي او ايدي لما غيروا للايه للماضي نشوف كده مع بعض زي مسلا ما اقول سي الماضي بتاعها سو عندي تيك الماضي بتاعها تك ايت الماضي بتاعها ايت رايت الماضي بتاعها روت يبقى ده شكل الفعل في الماضي طب يا طرق ايه الكلمات اللي بتدل على الباست سيمبل عندنا بقى يستردي وعندنا لاست وإن ذا باست وأجول يا منزو وانس وان داي وانس ابونا تايم دي كلمات بترتبب بالماضي نحن بنقدم كل زمن بالكلمات اللي بترتبب بيه طيب لو انا عايزة انفي جملة في الماضي ايه اللي هو النجياتف بعمل ايه بستخدم didn't well infinitive زي ما اقول رانيا didn't go to school yesterday رانيا didn't go ناخد بالنا didn't go مش didn't went طب لو باسال في الماضي did you buy pizza yesterday اما اقول did you buy pizza yesterday يبقى دي كده جملة او سؤال في الماضي او امقل لي واحد where did you go last night أين أنت تذهب؟ ما كنت افعلت كنت أبيك؟ ما كنت افعلت كنت أبيك؟ يبقى دلوقتي احنا قدمنا الـ وعرفنا تكوينه وعرفنا التكوين بتاع اكتر من زمن وطبعاً الكلمات دي كلها الازمية دي كلها نستخدمها او نستعملها في سنة تانية ادادة ان شاء الله طبعاً أبناء العزاء النهاردة استعرضنا او حاولنا نقدم لك ريفيجن في بداية العام الدراسي اللي نتمنى ان شاء الله ان يكون عام سعيد على جميع الطلاب طبعاً الصف الثاني الاعدادي السنة دي بنقدم لهم حلقات وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان هم يتابعوها ويتواصلوا مع البرنامج عن طريق تليفون البرنامج وعن طريق الموقع الخاص بالبرنامج على الفيسبوك وان شاء الله نتمنى ان هم يتواصلوا معنا وتستمتوع بالحلقات ودايما ان شاء الله في الحلقة القادمة هنبدأ في شرح جزئيات المنهج ونبدأ ان شاء الله بيونت وان وان شاء الله بعد انتهاء الحلقة بفكر طلاب الصف الثالث الاعدادي انهم على موعد مع حلقة جديدة من برنامج مدرسة على هول اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادي وهيكون معاكو طبعا الزميل والاخ مستر صبحي الغطاني وان شاء الله انا اتمنى ان الطلاب الصف الثالث الاعدادي يتابعوا الحلقة ويستمتعوا بيها اتمنى استمتعتوا بالحلقة اتمنى استمتعتوا بالحلقة